السلام عليكم من اطلاله نساء و يسأل ايه ذهل بين الاسباد العادي و المكانيك اوهي الاسباد طيب هم اوتو ديسك كان عمله بالامجل الاسباد وبقى كده ارى مظاهر ربما فى قال لك طب احنا ممكن نزود قيمة فى بعض الاوامر اللى تخلينى ارسم حيطة و ارسم عمود و ارسم اوها كسه فعملوا اسباد معمالى احطوا فيه الاوامر بتاعات المعمالى زي الحيطة زي داي زي حاجات داي وحطوا الانشائي بالنصف فكرة ازا ترسم مثلا الكاميرا ازا ترسم وحكاسة بعد كده بدأوا يحطوا الانشائي بقى عندي اوتكات عادي وفي اوتكات في بعض الادوات الاضافية على حكات الادوكات يعني كل حكات الادوكات موجودة وفي بس بعض الادنس او بعض الادوات الاضافية اللي تخليت ترسم عماية وفي برنامج الاخر ترسم كهروميكاني كده وعامل واحد تاني اوتكات بانيت وعامل واحد تاني حقوقها كذا يعني الوتكات بدأوا يحطوا عليه قوائم اضافية بالاضافة للقوائم اللي فاتت تتديه له بعض القوة وبلا يبقى حاجات دي مخصصتها مثلا المحطة مثلا المعماري وهكذا لحد ما شارل الريفت هو كان تلسكي القناة عشان تباعهم هي بتبرمج هي بتشتري البرامج القوية وبتعملها دعاية وبتوار فيها تماما؟ فهي لما شارل الريفت بدأ تعمل فريق يركز على مدوار الريفت دوت واللوتكات بدأ يكمل طريقه الاتقاد المعماري والإنشاية القناة والمكاني كان سابين الناس تبرمج فيهم بس مش هو هذا الاساسي لانا لما كلمت مع ناس مسؤولة وطا ديسك قال لك بس احنا بابيعها لفين فهو المستقبل اللي هي الريفت احنا كنا عاملين الاتقاد المعماري والإنشاية والتغار مكانيكا لحد ما نشتير برنامج من برامج البيم او اللي ما عندنا برامج البيم فلو انت عايز بدور على المستقبل خش عبود على الريفت الاتقاد العالي او الاتقاد الاركاستشار او الاتقاد الميكانيكال او الاتقاد الستراكشار مش هو المحطن فيشها الجبش ان الناس شغلقين شكرا